السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هر نهار شاء الله أقدمكم واحد الموضوع كيف تحسن من دخلك من خلال مشروع بسيط اللي هو تربية الأرانيب إذن تربية الأرانيب مشروع مربح جدا جدا وهو مشروع الحقيقة سوف يحسن من دخلك ولما لا يجعلك سوف يجعلك إن شاء الله توفر مداخل ويمكن أن يجعلك غنيا يعني تولي لباس عليك الحمد لله وذلك بالصبر والمثابرة وحسن التصرف وكذلك الكتمان قاعد النقاط هذه مهمة ومهمة في مشروع الأرانيب دان كماد من الصبر والمثابرة يعني خاصة الوحد مستسلم يخدم نظافة ينقي يبحث على كل شيء الحواج اللي ممكن يكون خاصة يكون ملم بالمشروع الأرانيب وكذلك الكتمان الكتمان ضروري في قطاع تربية الأرانيب إن الأرانيب يريد الكتمان فممكن خلال ثلاث سنوات أن تكتسب خبرة تجعلك ميسور الحال ولما لا يمكن أن تورت هذه الحرفة أنا كنسميها حرفة في الحقيقة وصنعها تورتها الأولاد ديالك إن شاء الله أيضاً تربية الأرانيب هو مشروع عالي الربح يعني إذا تم إدارته بالشكل الصحيح وبخطوات بسيطة نتكلموا على هذه الخطوات أنا حاول ندونها لكم في نقاط نتكلموا على هذه الخطوات أولاً تربية الأرانيب تحتاج إلى رأس مال صغير ممكن أن تحتاج إلى رأس مال يعني كبير يعني ممكن أن أي واحد مثلاً يبدأ مشروع بواحد جوج إناث وذكر واحد على الأقل ممكن تكون عنده ونثى وحدة وذكر واحد ممكن أنه يطور المشروع يدير أربعة إينات وذكر واحد أربعة إينات وذكر واحد واحداً لها مشي شي حاجة غالية بزاف ممكن أنكم تديروا أونثى وذكر وتصبروا حتى يولدوا ويعطيكم خلفات وهدوك الخلفات تكسبوا منهم وهنتم يعني غادين بالمشروع مزيان ثانياً أن المشروع لا يحتاج إلى مكان وازع ممكن أن أي واحد يكون عنده شي سطيحة صغيرة أو كين الناس لديهم معهم في البيت يعني يخصغين نظافة يعني باش ما تعطيش لديك الريحة أما إذا كان عندكم شي سطيح يعني سطيح ولو غير متر في متر ممكن أنكم تديروا فيه تربية الأرانيب يعني ما كيحتاج لمساحة ثالثاً هناك العديد من المربون من يستفيدون من اللحوم لغرض شخصي يعني كي يديروا يعني كي يجيبوا الأرانيب باش يوقع يولدونهم يولدونهم وياكلوا منهم صافي هذا الشي رأي في الحقيقة ممكن أنك ما تقاش تشري اللحوم صافي رأي يقول لي هدك الفلوس التي تشري بها إما الدواجين أو الماشية أو الحمن عند الغزار أو الحمن السوق ممكن أنه ما تقاش تشريوها أو هنتم ما بديتك توفره يعني بطريقة غير مباشرة توفير بطريقة غير مباشرة ولكن كي بعض المربون اللي كيبيعوا اللحوم وبالتالي هذاك المشروع ما غديش يبقى مشروع عادي كهواة يعني هواية لا كي يقول لي حرفة وكي يقول لي أنهم خاصهم يزيدوا من الأمهات من عدد الأمهات باش يزيدوا من الإنتاج وبالتالي غدي يقدروا يوفروا أكثر وأكثر كين واحد نقطة أخرى هناك كين مميزات كثيرة يعني كثيرة لهذا المشروع تجعله مشروع تربية الأرانب يحتل الصدارة والمرتبة الأولى لأنه هو كيتفوق على هذا المشروع هذا كيتفوق على باقي القطاعات كالدواجن والمواشي فتربية الأرانب ممكن أن تنتج يعني هذه معلومة من 35 ولادة يعني من 35 حتى الربعين مولود في السنة لكل أنثى يعني ممكن أنثى وحدة تولدك في السنة يعني على مدار السنة ممكن تولدك 35 إلى 40 مولود تخيل يكون عندك واحدة العشرة الإناث ولا ربعة الإناث خمسة الإناث تخيل هذا العدد تضربه أو تاني في واحدة الربعة ولا في خمسة ولا حتى في عشرة يعني هذه بالنسبة الأنثى الواحدة تولد 35 أربعين مولود في العام أيضا هناك أن الأرانب لها القدرة على الحمل والرضاعة في نفس الوقت حيث يعود رحم الأنثى إلى طبيعته خلال يوم واحد بعد الولادة فقط وبالتالي يمكن الحمل مرة أخرى أثناء رضاعة الصغار يعني ممكن أنها تحمل أن الأنثى تحمل وتكون كتردع هي كتردع ورها حاملة ومنين تولد ممكن عودتني تزاوج عود في نفس اليوم وهكذا دوا إليك يعني تخيلوا يعني المشروع إذا كان غادي مزيان تخيلوا المرضو ديال اللي غادي تعطيكم والإنتاج والربح إن شاء الله كي النقطة أخرى أنه ممكن للأم أن تردع صغارها دون أن تشكل أي عب على المربي وهذا يعود عليه بالنفع لأن المربي ما كيخسرش العلف خلال المدة اللي كتكون هي كتردع فيهم يعني إلا كانت هي كتردع يعني ديالك الصغار قبل الفيطان كتكون هي كتردعهم يعني المربي في هذه الفترة هذه ما كيصرف التارية تخيلوا أن المربي ما كيصرفش لمدة شهر إنها هي كتكون كتردعهم ولو أنهم بدوا كيكبروا أنت ممكن أنك ما تعطيهم لا علف ولو كيكلوا شي علف كيكلوا علف قليل ما شيف حل يعني الأرنب يكون بالغ يعني 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 يكونوا صغارين من فترة الرضاعة رأى ممكن أنه يوصل لك مثلا 250 جرام هو بقي ما كي عاد كيردع منمو يعني غد تخلغي في الأم والأم مسكين أراها حاملة وعاد كتردع يعني تخيلوا هات تربية ديال الأننبي يعني سبحان الله عاطيها سبحان الله والمدة ديال الرضاعة اللي تردحها الأم رأى ممكن توصل حتى الخمسة أسابيع يعني هو المربي مرتاح ما كيصرفش قاع كين واحد النقطة أخرى بعيدا على النقطة هذه أن الأرنب يصل وزنه إلى التسويق يعني ممكن أنه يبيع حوالي عشرة أسابيع إلى يعني الوزن كيوصل الجوج كيلوغرام يعني عشرة أسابيع ممكن أنه يوصل الجوج كيلوغرام الجوج كيلوغرام بالتمن العادي اللي كيبيعوا به هو 35 درهم 35 درهم للفرد واحد تخيلوا للفرد واحد يعني رائلة مشا تصدق لكم مشروع وكنتوا غادي بواحد طريقة مزيانة تخيلوا هاد الأرباح زعموا وحالة المشاريع هذي ديروهم وما تقوش تصابوا بخيبة آمل وخلق هاد العام ما يعطيش ولا هاد الشهر ما يعطيش شهر الجاي إن شاء الله غادي يعطي وديما اللي نوصل عليه هو النظافة النظافة والكيتمان هاد الجوج حويج هما أساس للتربية للأنانب النظافة والكيتمان كي النقطة أخرى وهي أن تنتج الأرانب تنتجه الماشية وذلك بحوالي خمس أضعاف يعني هاد الشي اللي تنتج الأرانب ممكن أنه يكون خمس أضعاف لإنتاج دي الماشية يعني الماشية رأت هي رأها مربحة ولكن مهم الأرانب مربحة رأها خمسة أضعاف رأها شيء خيالي في الحقيقة كي النقطة أخرى وهي سهولة التعامل مع الأرانب رغم الخبرة القليلة وخيكون أنت ما عندك الخبرة جيب أرانب حطهم وتسنى ربي هم غادي تزاوجوا هم غادي ديروا كل هم غادي يعطوك الإنتاج معليك أنت توكله مصافي ما غادي تدير تشي حاجة نقطة أخرى وهي الأمراض اللي كتصيب الأرانب معروفة وقليلة بخلاف الدواجين لأن الدواجين تهيارة فيها مشاكل أخرى يعني شيء حاجة اللي كتقل الكاهل ديال المربي ديال الدواجين أما الأرانب رأى معروفة يعني الأمراض ديالهم رأى معروفة وبينين وممكن أنكم تديروا لهم تحصينات موسمية لكي تديروا الوقاية من هذه الأمراض وصرا فيها أنتم مخدامين إن شاء الله كي النقطة أخرى وهي اللحوم يتميز لحم الأرانب بارتفاع نسبة البروتين حيث يصل إلى 20% ونسبة عالية من الأملاح مع نسبة قليلة من دهون الكوليستيرون لذلك فهي صالحة لكبار الصن والمرضى وكذلك الصغار الصغار الصن اللي كيكونوا كيقراه مزياد لهم اللحوم ديال الأرانب أما بالنسبة للمرضى لحم الزيان اللهم اللحم الأرانب ما كيشكرش عليهم شي خطر وزيادة على الكبار في السن الناس اللي عندهم الزهايمر الزهايمر وهو واحد المرض كيصيب الكبار السن غالبا كيصيب كبار السن وهو النسيان كيبقوا ينساو مساكن الله يحسن العوم كيبقوا ينساو لكن هاد اللحوم هادي راها يعني الزهايمر كيوليو عندهم الذاكرة مزيانة مني كييكلون لحم الآن كييصادعوا أنهم يوليو يتذكروا وكيوليو مزيانين في الذاكرة ديهم إذن كنظن أنني قعل النقاط إني حضرت عليهم دونتهم لكم في واحد عشرة النقاط الحلقة دينا راها سهلات الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيو على زر الجام باش تسندونا وتزيد قناة القدام وتكيو على زر الجرس كييصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة